المهم إذا فيه معنا مشرف يوقفنا التعليقات فقط لبينما أحكي شوي أنا عن الموضوع مرحبا أول شيء الضربة اللي صارت اللي عملوها الإسرائيليين لإيران بالليل هاي الليلة يعني متوقعة يعني ما فيها كتير أنصر مفاجأة لأنه صلى من واحد عشرة من لما إيران ضربت إسرائيل والحديث عن ضربة إسرائيلية لإيران وبيقولوا أنه انطلقت مرة أو مرتين أو انحطت السيناريو والخطة وبعدين غيروا رأيهم بآخر لحظة وهذا الشيء يعود لنوع من التجاذبات في السياسة بين أمريكا وإسرائيل لأنه مستحيل بالأخير يعني قدما الحاكم في إسرائيل كان متزمت ومتعنت ما بده يحسب حساب أمريكا لأنه أمريكا هي يعني شو هي يعني بالأخير هي الكل بالكل أو مثل ما يعني بتقول هي البيك بوس تبع هاي القضية أو هاي الحروب أو هذه المشاكل هذه الأزمات اللي بديرها طبعا أمريكا وإسرائيل هي جزء من أمريكا مو مجرد حليف لأمريكا لا جزء من أمريكا وجزء من المحور الأمريكي ولذلك في دائما حسابات في إسرائيل باتجاه أمريكا أنه هلأ نحن في حالة انتخابات وفي تجاذب بين ترامب وكامالة هارتس أيوة فيعني أنه بدون يراضوا الطرفين لأنه النجح ترامب بده يظل داعم لإسرائيل والنجحة هارتس بده يظل داعمة لإسرائيل لكن مثل ما قلنا مرارا أنه الحزب الديمقراطي لما بيطلع رئيس من الحزب الديمقراطي يعني مثل هارتس هلا بيكون أميل أنه ما بنا نفتح مع إيران جبهة صدام قوية يعني ما بنا نوصل الأمور مع الدولة الإيرانية الحالية إلى مرحلة الحرب الصفرية أنه يا مننهيك يا بتنهينا هذا السياسة تبع الديمقراطيين أما ترامب فتصريحاته واضحة أنه لازم إسرائيل تضرب إيران ضربة ساحقة ماحقة وكانوا إدارة بايدن الحالية عبتقول أنه إسرائيل من حقها تضرب إيران وترد على الأدوان ولكن دون ضرب المنشآت النووية والمنشآت النفطية هدولة الشرط الأساسي كان لإدارة بايدن وهي إدارة من الديمقراطيين أنه ما ينضربوا هدولة اتنين وبالأخير إسرائيل مثل ما تقول لعبت على الطرفين أو راضت الطرفين أنه ضربة ضربة وهي ضربة قوية ولكن لم تستهدف المنشآت النووية والمنشآت النفطية وأسرائيل حفظت خط الرجعة يعني أو تركت لحالة هامش لما قالت أنه هذه الموجة الأولى من ضربات أشي يعني الموجة الأولى يعني ممكن هلأ إيران ترد وتقوم إسرائيل تعمل موجة ثانية وثالثة وبالموجة الثانية وثالثة بيكون الأهداف اختلفت يعني تركت لحالة حريت أنه ممكن تعمل شيء في المستقبل وممكن هذا بقى الشيء الثاني يصير هلأ قبل الانتخابات أو يتأجل لبعد الانتخابات والانتخابات لما بفوز رئيس بخمسة يداعش خمسة نوفمبر مو رأسان فاز ثاني يوم السلام لا في عندك لا كانون الثاني للسنة الجديدة لألفين وخمسة عشرين لحتى يستلم الرئيس مهامه بشكل رسمي فعندك هاي المرحلة كمان هي مرحلة يعني انتقال في أمريكا ولذلك هون بقى بتجي الحسابات تبعيتنا أول شي نحكي شوي عن تفاصيل الضربة كما وصلت إلينا بيقلك أنه استخدموا طائرات الـ F35 هاي أهم يعني غازفة مقاتلة طبعا المسافة 1800 كيلومتر 1700 بهالحدود استغرقوا ساعتين روح أرجع لأن هذول الطائرات بسيروا بسرعة هائلة جدا ضربوا عشرين هدف عسكري شو هي الأهداف حسب ما فهمنا أنه هي مصانع لتزخير أو لصناعة المسيرات أو الصواريخ الباليستية اللي إيران تضرب فيها على إسرائيل هاي وحدة أثنين في مقرات حربية مقرات عسكرية الآخرية وقالوا أنه لم تستهدف إسرائيل مدنيين أبدا طبعا وأيضا ورد خبر أنه روسيا نبهت الإيرانيين قبل 3-4 ساعات أنه إسرائيل رح تضربكم بهذا التوقيت فطبعا كان فيه احتياطات إيرانية ضد الضربة ومع ذلك أنه إسرائيل بتقول أنه الأهداف تقريبا تحققت اللي نحن رحنا عليها إجا خبر بيقول أنه هي ما رح ترد أو هي أبلغت إسرائيل عن طريق وسيط أوروبي ما قالوا مين هو يعني دولة أوروبية أنه نحن ما رح نرد هذا يعني أنه ستبلغ إيران السعادة أنه ستكتفي إسرائيل بهذا القدر من الضرب يعني ضربة منشآت بعض منشآت هي بتحسن تعوضها أما لو كان ضربة منشآت نفطية أو المشآت النووية بيختلف الوضع كتير يعني المشآت النفطية معناتها أنت ضربت لهم اقتصادهم اللي هن عايشين من وراه البترول والغاز والمنشآت النووية هن حلم حياتهم الإيرانيين أنه يحسنوا يخصبوا قنبلة نووية وصيروا هن من ضمن النادي النووي وأنا قلت سابقا في أكتر من مرة أنه لو كانت إيران دولة غير معادية لإسرائيل لا تعلن العداء لإسرائيل ولا تعلن تصدير الثورة إلى بلادنا نحن اللي هي محيطة بإسرائيل هن ما عندهم معنى أو ما عندهم مشكلة لأنه هلأ بسأل شد في دول في العالم تمتلك القنبلة الذرية روسيا والصين وكوريا وحتى باكستان هن هن لم يشكلوا خطره إسرائيل لأنه ما نمهددين ولا هن داخلين معا في حرب إذن هن الهدف من أنه تمنع إسرائيل إيران من امتلاك القنبلة النووية لأنه هن في حالة صدام مستمرة من الموقت اللي وصلوا هدول الملالي أول شغلة عملوها أنه قال نحن ببقى بنعترف بدولة إسرائيل وتعيا فلسطينيين انتوا خدوا السفارة وبعدين بلشوا يحكوا مسجد الأقصى وكذا لأنه تعاملوا مع بعضهم بين 1980 و 1988 من تحت الطاولة وصارت إسرائيل وسيط لأميركا بتزويد إيران بالأسلحة مشان تحارب صدام حسين هذا يعني مغطينا عليه لأنه مع أنه مكشف في هاي فضيحة إيران قيت لكن لا هذا بيعتبرونه أنه من السياسة خيوة ولكن هن في العلن والإقناع شعوبنا المغفلة بأنه هن ضد إسرائيل فدائما بيحكونا بالقدس وفيلق القدس وتحرير الأقصى وهذه طبعا هذه الأكاذيب لأنه هن هدفهم فعلا الأساسي مثل ما حكى رئيسهم بزيشكيان في الإمام المتحدة أنه نحن بدنا سلام مع أميركا ومع إسرائيل ومع كل دول العالم أنه نحن ننزع فتيل الحروب وغيره إلى آخره بس هلأ تعب تقوله أنه ترك أو طلع من اليمن ومن فلسطين ومن سوريا ومن العراق ومن جنوب لبنان ما بيطلع يعني دليل شو؟ دليل أنه هن كذابين في المحصلة نحن قراءة المشهد بتخلينا بقى نسأل أنه هاي إسرائيل اللي عب تهدد بالضرب ضربت وقالت هاي موجة أولى واحتفظت بقى بحقها بتوجيه ضربات أخرى ويمكن إيران تبقى هيكم خلص أنه تعتبر أنه الموضوع مر على سلام أنه نحن ضربناهن نضربونا وخلصنا علما أنه اللي بدأ بإيزاء الآخر وإلامه هي إسرائيل لما أتلت لهم دبلوماسيين في سفارتهم بدمشق وإجت أتلت إسماعيل هنية في طهران ولما عملت أتلت لهم جماعات من الحرس السوري في سوريا وفي غيره كله هذا يعتبر أنه إسرائيل هي عب تهاجم في البداية وهن ردوا أول مرة وتاني مرة وبعدين هلأ إسرائيل ردت هن بظن أنه رح سياسيا أنه رح يكتفوا بهذا الأمر لأنه هن الآن إيران في موقع ضعيف جدا لأنه هن عاب يحاربوا أصلا إسرائيل من خلال الأزرع والضربة اللي صارت مبارح أو هاي الليلة من إسرائيل لإيران تعني من ضمن ما تعني أنه أنا إسرائيل كقوة مدعومة طبعا من أميركا وغيره هذا ما بنظل نحكي فيه قادرة قص إيديكن في المنطقة اللي عاب تحاربوني فيها الأزرع ولكن هذا ليس فقط الشي اللي أنا بمتلكه أنا قادرة كدولة أو جيش إسرائيلي أنه أوصل لعندكن وأضربكن طبعا هن الإسرائيليين من النوع الذي يحتاط كثيرا للأمور هن والإدارة الأميركية معهم أنه هلأ نحن اللي نفرض ضربنا قامت إيران رجعت بعثت صواريخ تضربنا أشو عملوا قبل ما يضربوا خلال هدول الخمسة وعشرين يوم اللي مضوا كانوا عم يجهزوا ما يسمى هذا منظومة الدفاع الجوي الأميركية ساد وجابوا أول دفعة ساد وثاني دفعة دفعتين يعني بمعنى أنه عدل قبة الحديدية الموجودة عندهم أنه صار عندهم منظومة دفاع الجوي وصار عندهم الطائرات اللي بتزود الطائرات المقاتلة أو القازفة بالوقود في الجو وصار عندهم كثير شغلات تخليهم قادرين أنه على إيمة ما بدهم يخطر عبالهم يروحوا إيراني ضربوا ويرجعوا افترض أنه اللي صار هاي الليلة تجربة أنه نحن قادرين نروح ونستطيع أن نخترق الدفاعات الجوية والرادار الإيراني يعني هنه الشي اللي صار مبارح يطمئنن أنه الرادار ما كشفوا لو كشفوا الرادار ضربوا صاروخ على إحدى الطائرات أسقطوه وأسقط طائرة أنه خطورته تأتي من أنه هاي الـ F-35 وثلاثين مثلاً أن الروس ما بيعرفوا كيف هم صمم هاي فالزوعة وحدة تحت إيدهم وأخدوها ودرسوها ممكن يسرقوا التصميم أو يعرفوا بقاوين نقاط القوة ونقاط الضعف في هاي الطائرة هدول اللي بيشتغلوا بالعسكر وبالتسليح بيعرفوا هذا الكلام ألا بيقلك الجيش الإسرائيلي نفسه الناطق الرسمي باسم إسرائيل أنه نحن خلال شهر عشرهاد خسرنا على الجبهة اللبنانية 66 قتيل بين ضابط وبين جندي 66 يعني رأم بالنسبة لإسرائيل كبير تذكروا خالد مشعل أنه نحن الخسائر تكتيكية يعني نحن ما بنحترم شعبنا 500 واحد ألف واحد انقتلوا مقابل واحد إسرائيلي هنه يعتبر موجة لهم أكتر وهذا الشيء يدل على احتقار القادة تبعيتنا كلهم مو بس خالد مشعل لأرواح البشر يعني الناس اللي بيقاتلوا شوف اللي بيقاتلوا كلهم سواء دول أو حدا عنده قضية بيروح بنقي محل إنه إذا العدو ضرب يصيبنا نحن ما يصيب البشر الأهالي يعني إذا ملاحظين كل هذه الحروب اللي عبتخوضها إسرائيل هي مشان حماية الأهالي وغاصة جماعة شمال إسرائيل وإعادتهم وتسكانهم في بيوتهم بأمان ولكن نحن عنا طول قد ما بدك هلأ مثلا بيقلك إنه مبارحة أنا سمعت صحفي لبناني عبي قول إنه إسرائيل ستسبع تيام ما ضربت الضاحية الجنوبية ليش لأنه أهدافها اللي كانت عم تضربها تقريباً انتهت خلصت ما عم تضرب رجعوا شو عملوا هدول جماعة حزب الله قال بدون يعملوا خطة الإيلام للعدو إنه لازم نحن نقلم العدو بيقوموا بيضربوا صواريخ على شمال إسرائيل بتروح إسرائيل تضرب برحة بالليل بعد طولهم خبر إنه نحن نضرب أهداف في ضاحية بيروت الجنوبية وتم تهديم أبنية حديث أخرى في هذا المكان وتم تهجير عدد كبير من اللبنانيين كل هاي البطولات الخلبية اللي عب تقوم فيها جماعة حزب الله هي عب تنأكس سلباً على الداخل اللبناني وعم نشوف إنه السياسيين اللبنانيين الموجودين حالياً هن جماعة تصريف أعمال يعني رئيس البرلمان أو مجلس النواب منتهية وقته صلاحيته الوزارة منتهية صلاحيته فما عب يحسنوا يتصرفوا كدولة لها قيادات ليش لأنه مثل ما إنه أنه أنه أنت بحاجة انتخاب رئيس وانتخاب مجلس نواب جديد وانتخاب وتعيين حكومة أو رئيس حكومة انتخابه وتشكيل حكومة جديدة تنطق بإسم اللبنانيين ما يزال هذا الأمر ما عب يتم وما يزال إنه صعب إنه يصير ليش لأنه نحن عم نشهد الآن عملية قلع أو قبع مثل ما بيقولوا اللبنانيين بيقولوا أبع كلمة قلع نحن عنا هنا بيقولوا أبعو يعني قلعو اقتلاع حزب الله لأنه مثل ما أنا قالانت في فيديو سابق قلت أنا قالانت عمل تصريح رسمي قال نحن لم نعد نسعى لهزيمة حزب الله ولكن لتدميره ليش لأنه في الالفين وستة هزموا لحزب الله وفرضوا عليه إنه يصير ترسيم حدود وصحب سلاح غير الشرعي في القرار ألف وسبعمية وواحد تبع شهر أب الفين وستة في بنود لو طبقت ما كان صارت هاي الحرب هن جماعة حزب الله ما طبقوا واللبنانيين السلطة اللبنانية ما طبقتوا لأنه كانت غير قادرة أنه تنزع لأنه يتضمن نص صريح الألف وسبعمية وواحد أنه نزع سلاح أي سلاح ميليشيا ما يتابع على الدولة كان لازم يعني ينتزع أو ينسحب من إيديهم ويتسلم للدولة هذا الشيء لم يحصل لم يحصل حتى الآن حزب الله ما يزال يمتلك سلاح غير شرعي وهذا السلاح غير الشرعي هو اللي عم يساوي هاي الأزمة بيروح بيتخانق بيضرب مع إسرائيل بيعلقوا صلون أكتر من سنة هلأ من بعد 8 أكتوبر ما يسمى الإسناد وما إسناد وبالأخير كل شيء عم يصير دفع أسمان من الشعب اللبناني لأنه تساهل في تطبيق الألف وسبعمية وواحد ووصلنا لمرحلة كالعادة كالعادة نحن العرب في حروبنا مع إسرائيل بيكون شيء متاح أنه ما بناخده في زمانه سعيد عقل في فترة من الفترات قبل ما يصير معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل كتب قصيدة وغانتها فيروز قال فيها الآن الآن وليس غدا أجراس العودة فلتقرع كان في فرصة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين فرصة زهبية لكن رفضوها ولما صارت وصلوا لأخير بالألف وتسعمية بيعتقد واثنين وتسعين وعملوا اتفاق أسلو وصار فيه سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين أجد حماس انقلبت على هذا الشيء وقال خلص نحن منا نحرر من الماء للماء وفلسطين ما بصير حدا يقعد فيها غيرنا هي وقف إيش قالوا في أدبياتهم في دستورهم حماس هي وقف إسلامي ليش حزب الله إذا بتسألون لجماعة حزب الله أنه ليش أنتوا علقاني مع إسرائيل وعبتحاربوا إسرائيل غير قضيت أنه أنت عبت ناصر القدس وغزة وغزة بيقلك أنه إسرائيل محتلة مزارع شبعة مزارع شبعة مساحتها صغيرة جدا طيب شقد عبيروح من الأراضي اللبنانية هلأ مقابل هاي كلها العملية وكلها الضحايا وكلها التخريب وكلها النازحين أنا بالمناسبة دائما أنطلق من أحاديثي وتحليلاتي من الناس اللي عبتهجروا هلأ بتقول لي هدول الشيعة وحاضنة شعبية يكونوا إيش من كان هدول اللي بيهمونا هدول هن الشعب وين هن هدول الشعب هدول الشعب ما عب يلاقوا حدا يستقبلون مع الأسف الشديد ما في حدا عب يرحب فيهم عب يروح من محل لمحل وبالأخير فيه 108 ألاف صاروا في العراق وما بعرف إيشه يعني والسوريين فيه منهم بيستقبلوهم منهم ما بيستقبلوهم أنا أنا دائما أنطلق من هدول الناس شوف كل شي فيه عنا سياسيين إسرائيليين وسوريين ولبنانيين ومن كل أنواع السياسيين أحقر من الصرامي كلهم ها بدون أسسنا ليش لأنه دائما اللي هو دافع التمن من دمه ومن معيشته ومن مستقبله ومن حياته ومن أطفاله هو الناس الناس في غزة يعني هدول شلوم تخلوني نقتلوا هدول الناس ليش لأنه أنتوا قاعدين تحت الأرض ومخلين الناس فوق لا نكون نعملي لهم ملاجئ ولا نكون نعملي لهم احتياطات مستشفيات وأدوية وأغزية ما نكون نعملي لهم شي رحت وضربتوا وستنيتوا وما شفتوا اللي هدول الناس صاروا ينقتلوا ينضربوا ويتهجروا ونفس الشيء في جنوب لبنان يعني ومن حسن الحظ يعني هلأ هونيكا في غزة ما لهم منفاز يهربوا المواطنين الغزاويين شعب غزة وين بدي روحوا يعني منطقة محصورة ومصر ما فتحت لهم مثلا وإسرائيل عبتقتلهم وين بدي روحوا ما في عندهم محل يروحوا عليه ولذلك عب يدفعوا أتمان غالية هون في لبنان يا أخي منيح بيحسن يهربوا أنا الحقيقة مثل ما مرة قلت مرة قلت هيك على العيطة يعني أنه نحن الناس انهزاميين أنا إذا في حدا يمثل الانهزاميين هو أنا هي كلمة الانهزاميين اللي أنتوا عبستقولوا هي الانهزاميين يعني الناس اللي عب يهربوا مغبائكم أنت بتفتح معركة بدك تعمل مراجل بدك تعمل بطولة بدك تعمل تسجل حالك أنه أنت بالتاريخ أنت قاومت وضربت يتوز فيك بانتصاراتك ومعاركك إذا كان هذا الشيء اللي عب تعمله أنت يؤدي إلى تدمير بلدك تدمير لبنان مرتين خلال 18 سنة تدمر لبنان بال2006 وبال2024 ولا توجد نتيجة إيجابية وحدة يعني إذا قتلت هلأ أنت بشهر هذا بشهر اللي نحن فيه 66 إسرائيلي باعتراف إسرائيليين في واحد يقول لي أنت وين عب تحكي أتنالهم 66 واحد ولسا الشهر ما خلاص يعني بجزء لاحق للسبعين الأخ الفهمان اللي هو أكيد مناضل شريف قاعد في دولة أوروبية وقاعد عب ينظر على اليوتيوب وعب تيك توك أنه إيه نحن عم نقتل أنت عم تقتل تضرب أنت ضراطن هزمت رح تقعد في بلاد برا وجاي هلأ أنت تقول أنه والله نحن عم نلحق فيهم خسائر وهن أنت إذا نفكر يعني حضرتك أنه وقت اللي دخلت إسرائيل على هاي الحرب متوقع أنه بده ما تخسر بتكون غلطان إسرائيل تعرف حالا بده تخسر مثل أي دولة بتدخل الحرب بتعرف بده تخسر جنود ضباط عبي يقول لك الإسرائيلي نفسه عبي يقول لك اخسرنا ضباط في يوم من الأيام شيء ثلاث أربع ضباط في يوم واحد انقتلوا ولكن هذا مو محسوب بالنسبة له محسوب كيف لك بتدخل حرب اسم حرب بده نقتلك عالم لما إيران تضربك لا ما بدك توقع أنه انت هاي الضربة محل ما بده تنزل بده تقتل ناس إذا كان نزلت في مكان مدنيين بده تقتل ولكن هي بتعمل شيء اللي انت ما بتعمله هلا إسرائيل أشو حكينا قبل بشوي إنه ما كانت تروح تضرب إيران لبعد ما تركبت المنظومة الدفاع الجوي الساد واحد واثنين اللي هي بتحمي المواطنين تبعها كل ما تفعله إسرائيل من يوم تأسيسها لهلا هو الدفاع عن المواطن الإسرائيلي وخدوا بقى أيام إذا بتذكروا يوم اللي كانوا يبادلوا نحن فعلا كنا نندهش إنه أخذوا رفات جندي إسرائيلي كان مدفون في دمشق يعطونا محله ألف واحد أسير من جماعتنا هيك المبادلات على فكرة إسرائيل من شان رفات عسكري مدفون برا إنه ميت وميت بدون يجيبون نحن عظماءنا نحن أدباءنا وكتابنا الكبار لما ماتوا في محل تاني واندفنوا ما حدا طالب فيهم ما حدا قال خيوه ليش ليش حسيب كيالي يمدفون في دبي مثلا حدا من السوريين وزارة الثقافة السورية أو رئيس سوري قال ليش نحن ما منا نجيب هذا رفات وندفنه في إدلب ليش إدلب بتستقبلوا؟ إدلب يوم اللي كنا نحن بدنا نعمله قاعة باسمه الحسيب كيالي قاموا علينا المخبرين والجماعة الهدى وإنه هذا معادي للنظام وهذا كذا شوف أنت كيف نحن بننظر للناس الكتاب تبعنا بتروح على أي دولة في العالم الآن بتشوف أنه والله هذا متحفة شي خوف يعني بتدخل لجوه بتلاقي مسبحته بتلاقي باكية الدخان تبعه بتلاقي الرسم اللي رسمه والقصيدة اللي كتبه والقصة ومجموعة القصص والأغلي في تبعه يعني متحف على ديق هيك عمليله في بيته للرجل لهدول العظماء في أوروبا وين من رحت بتلاقي فيه اهتمام بالعظماء نحن ومين طيب أشوبت وين قبر محمد الماغوط في سوريا اليوم وين قبر حنميني نحن ما منهتم بهاي الشخصيات تبعيتنا هلا هذا ما هو موضوعنا على كل حال في دول عربية استنكرت الضربة الإسرائيلية لإيران وصادرت أصدرت بيانات إدانة وقالت نحن ندين ونستنكر العمل الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية في إيران هذا سياسة على فكرة هذا تبرئ الزمة يعني السعودية الإمارات مبارك هدول الدول طالعوا بيانات من الوزارة الخارجية نحن ندين ونستنكر هذا نوع من تبرئة الزمة لكن هن عمليا السعودية وإيران صلوا نحرب تقريبا 45 سنة من يوم اللي وصلوا هدولي الجماعة أعلنوا العداء لممثلي الإسلام السنة اللي هن سعودية هيك نحن بنحكي على المؤشر وعلى المكشوف وتصدير الثورة بالنسبة إلهم كان من أهم أهدافه تصدير الثورة أنه سيطر على الأماكن المقدسة في مكة والمدينة هذا كمان لازم ننتبه له يعني ومعظم السياسات اللي كانت فيها تجازب وأخذوا رد بين السعودية وإيران إلا علاقة بهذا العداء وبعدهم تتذكروا الصحوة الإسلامية وصار فيه مليارات اندفعت من أجل تكريس المذهب السني وفضائيات سنية وفضائيات شيعية وحرب كانت يعني خطيرة علينا نحن الطرفين يعني سواء اللي انطلقت من إيران ولا الردود اللي نحن كشعب رحنا فرق عملة بين هدول الطرفين المتشددين اللي هن الشيعة والسنة يعني اللي هن المحور الإيراني ومحور السعودية البعدين بالسعودية صار فيه تغييرات هلأ هون خط مثلا منظمة حماس علاقتها في المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية دافعة مليارات من الدولارات دعما للقضية الفلسطينية من نوقت اللي نشأت هذه القضية إلى الآن مليارات منتبه رقم رقم ضخمة اندفعت وحماس نفسها كانت تدعمها السعودية لكن شو صار بعدين راحت حماس مشت مع إيران هلأ السعوديين ما بيأيدوا حماس أبدا ويوم اللي نقتل حي السنوار صارت أزمة انه السعوديين قالوا انه هذا إرهابي فيه منهم ما بعرف مين ممكن ام بي سي أو كذا وطلعوا هدوك يعملون احتجاجات ودخلوا على ام بي سي في بغداد احتجاجا وكذا يعني انه السعودية بتقول انه أنا عبد عم كون يا أخي بالمال طيب على القليلة لا تروح توقفوا مع إيران يعني هاي الحرب بعدين فيه تصريح لمحمد ابن سلمان انه هن بدون يعملوا الحرب على أرضنا الإيرانيين ولكن نحن بنسعى لانه صير الحرب على أرضهم وهذا الشي حصل ومع ذلك بيطلع الخارجي طبعا هذا كلام دبلوماسي ليس له علاقة بالموقف الحقيقي لهذه الدول أو هذا المحور المحور تبع السعودية هلأ في محللين طبعا نحن دائما عنا بعد ما صار فيه سوشيال ميديا بعد ما صار أي مواطن بيقل له يكتب هلأ قبل السوشيال ميديا كان إذا بدك تنشر مقالة بدك جريدة تنشر لك يعني مو كل واحد صاحب رأي حدا بيعرف رأيه أو بيصدر بس على السوشيال ميديا بيكتب بيحط المشيرة وبيكتب وبيعطيه نشر خلال دقيقة بيكون نشر رأيه وبقى صار بقى هذا يقل لك إنه تمخض الجبل وفولد فقران وشو هالضربة وشو كزا هي مثل ما قلنا في البداية هاي الضربة إلى عدة معاني طبعا المعنى الأول إنه إسرائيل قادرة تحارب في إيران هاي رأم واحد إنه إسرائيل ما بدها بتروح تضرب في إيران وبنجاح ليش لأنه ضربة نجحت لم تسقط أي طائرة لم يعني يحصل أي شيء للإسرائيليين هاي معناتها رأم واحد تانيا إنه أنا مثل ما أضربت لكم المنشآت العسكرية فقط وبتعرفوا كل ياتكم وحتى الإيرانيين بيعرفوا إنه أمريكا هي اللي عبتضغط مشان ما تنضرب منشآتهم النووية والنفطية مثل ما ضربت هدول أنا قادر أضرب البقية يعني فعلا كانت ضربة ذات قيمة اعتبارية وأيضا واقعية مو بس اعتبارية طيب هلا خلينا نرجع شوي قبل ما ننهي هذا الحديث لابلادنا نحن سوريا قبل ما تروح إسرائيل تضرب في إيران في طهران غير مدينة أكتر من مدينة إيرانية تعرضت للضرب ضربت في حمص وفي دمشق كمان ليش لأنه ما يزال اليوم العمل على إخراج إيران من المنطقة وتطويق حزب الله لأنه في معبر معبر بين سوريا ولبنان كمان نضرب بالنسبة للبنان أنه خيوبي يقول لك أننا نحن نطبق الـ 1700 وواحد مين هنه نفس الشخصيات اللي بيقولوا نحن ما نصالح مع إسرائيل ما هو الـ 1700 وواحد الفقرة 18 منه بتقول أنه لازم يصير فيه سلام في الشرق الأوسط بين كل هاي الدول المتصارعة فوين السلام اللي صار في الشرق الأوسط وانتوا كيف تقبلوا بالـ 1700 وواحد وفيه هاي الفقرة وبترفضوا الصلح مع إسرائيل نفس الكلام بينطبق على السوريين السوريين الحراء اللي بيقول لك نحن ما نتصالح مع النظام يعني كل واحد من هدول اللي بيقول لك ما بنا نصالح مع النظام أنت إذا بتطلع بالخلفية تبعه بتلاقي قبل ما يصير السورة وقبل ما يطلع حضرته بالأخير يصير لاجئ ما بعرف وين كان هو وجماعة النظام طيزين في الباس يعني بعدين والله يصار حراء وما بقى بصالح مع النظام وبدو يحل القضية السورية كلها من محل ما نقاعد في البلد اللي هو يلاجئ فيها شرطه الأساسي إنه ما بصير يكون النظام طرف في هذا الحل يعني مع مين خيقول لك قبلك حل مشكلتك أنت مع مين مع مين دك حل مشكلتك أصلا هو هذا بيكون معادي لأهل السويدة ومعادي للكرد اللي في شرق الفرات بيقول لك انفصاليين ما انفصاليين وإذا بتحرجوا شوي بيقول لك أنا أيضا معادي لجماعة الجولاني بس هو لا هو ضمن متعاطف معهم ولأسباب طائفية ولذلك نحن عنا في بلادنا إنه الأمور صعبة كتير ولا يمكن إنه لا يمكن نحن نطلع منها مثل ما بيقولوا مثل الشعرة من العجين نحن اللبنانيين بيطلعوا اللبنانيين كمان هذا الشيء بالفيديو القادم اللي بدي حكي فيه أقدر من السوريين على الخروج من أي أزمة بيتعرضوا لها لأن السوريين أصلا ما كانوا يتعرضوا لأزمات في الالفين وإداعش وورا صار عندهم أزمة وصار عندهم قضية اللبنانيين مو أول مرة ولا عاشر مرة كل مرة بيطلعوا مننا بيطلعوا مننا سليمين وأقوى من السابق وهذه المرة رح يكونوا أفضل بعشرات المرات من المرات السابقة يا أستاذ يا أخي العزيز الله يطول بعمرك أنا ما ضد المقاومة كفكرة أو كمبدأ من حيث المبدأ لكن المقاومة في وجه دولة قوية مثل إسرائيل قوية جدا أو دولة قوية جدا ومدعومة من أقوى الدول الموجودة في العالم اللي هي أمريكا وحلف الناتو المقاومة في هذه الحالة يجب أن تكون ذكية بحيث أنه إذا دخلت في أي معركة هي اخترعت المعركة أو هي قررت المعركة وبدأ تدخل في هاي المعركة لازم تكون عندها حسابات للنتائج لأنه هذا الشيء اللي إنا خلال اليوم خلال هذا البس أنه إسرائيل تعمل على حماية المواطنين تبعها ونحن بنعمل على تقتيل للمواطنين المواطنين تبعنا فأنت لما بتحط المقاومة في مواجهة الرأي الحر أنا عم قدم رأي حر وبتقل لي يا مقاومة يا رأي حر ويعني معناته لا لازم الناس تفضل المقاومة يا سيدي أنا أي مقاومة بتأدي إلى مقتل الناس مجانا يعني مثلا أنت اليوم دخلت في معركة مع إسرائيل تمام إسرائيل عندها مدنيين إلا ما عندها عندها وانت عندك مدنيين إلا ما عندك عندك إذا كانت المقاومة بدي تأدي لمقتل نسبة متوازنة مدنيين إسرائيليين مقابل مدنيين من عندك أنا بقبلها أنا بقبلها أما أنت مشان تقتل خمس إسرائيليين بتضحي بسبعمائة ألف من عندك أنا هذا أنا بعتبره نوع من العبس هذا حط كتم لجاوبك لا لا ما علا شي أنا فهمت المثال خلي عندك خلي أنا برجع لك بالنسبة للمثال اللي عبتت ضربه أنه أنه إجد فرنسا على سوريا وقاوموها على قد ما بيحسنوا وفرنسا تغلبت عليهم إيه شو يعني شو استفدنا لما نطلع يوسف العظمة ونقتل هو وجماعته وطلع إبراهيم هنانو وطلع فوزي القاوغجي وطلع حسن الخراط وما معرف مين وعشرات اللي طلعوا نظير النشواتي وما معرف مين إيشو هو الشي اللي حققوه يعني أنا بس هلأ أحكيلي إنت إذا تحكيلي بس مقابلات أو صياغات إنشائية إنه يا أخي والله كان فيه ثورات ضد الفرنسيين والشعب السوري رفض الفرنسيين يا سيدي بعد سنة 1925 26 تقريبا ما بقي في سوريا أي نوع من السورات وقسم كبير من السوريين كبير جدا لا يمكن تتخيل النسبة عملوا مع الفرنسيين وظلوا قاعدين ولا وشكلوا حكومات وعملوا نضال سياسي وبالأخير وصلوا إلى استقلال سوريا في معاهدة إن كان صارت ب36 ورجع ب43 عيان ورئيس جمهورية من سوريا وأعلنوا استقلال سوريا ولكن هذا الشغل السياسي كان هو اللي عطى نتيجة أكتر من الشغل المقاومة كل اللي راحوا قاوموا ضد فرنسا أولا هن سؤال ليش ما قاوموا هن هدول نفسهم اللي قاوموا فرنسا ليش ما قاوموا الأربعمائة سن الاحتلال العثماني لأنه هن بيعتبروا هذا مو احتلال هذا مسلم لما اجا ابن الشريف حسين فيصل وعمل في سوريا دولة اللي سموها المملكة السورية العربية السورية شايف شلون وأعلنوا ب 8 آدار 1920 مملكة على أساس الصير مملكة دولة وراسية لقال الشريف حسين هدول الهاشميين هذا الشي ليش ما احتجوا عليه السوريين ليش بس الفرنسيين يعني لأنه الفرنسيين طبعا كانوا منتصرين بالحرب وكان بديان عصر الاستعمار وتقاسموا هاي المناطق بينهم وبين البريطانيين بس السؤال أنا لحد الآن ما حدا قدر يجاوبني عليه إنه ليش أنتوا عندكن الاحتلال بتكيلوا فيه بمكيالين بتعرف إنه الدولة اللي عملة فيصل ابن الحسين بناء على إيش كانت كانت بناء على وعد مكمهون وزير المستعمرات البريطاني لفيصل لشريف حسين سموها مراسلات حسين مكمهون بنفس السنة في 1916 اللي عطوا فيها وعد للفلسطينيين للإسرائيليين أو اليهود يعملوا دولة بفلسطين عطوهم وعد إنه يعملوا دولة عربية وهي الدولة العربية لما فشلت في سوريا عملوا لنياها في العراق لنفسه ندول الجماعة وحتى في الأردن هلأ موجودة ليش منحتاج عواعد بالفور نحن لأنه بس لأنه اللي جايين يهود بس لأنه ابن الشريف حسين مسلم سني وخلاص أهلا وسهلا دقوا لطبول لما دخل على الشام نحن شعب ما نفهمانين القصة يعني نحن ما نضد الاستعمار كمبدأ من حيث المبدأ أنه نحن كل شيء استعمار بدنا نرفضه وقال لك قاومنا العثمانيين وقاومنا ابن الشريف حسين مثل ما منقاوم الفرنسيين والإنجليز واليهود فلسطين هذا شيء ما حصل شكرا إلك دافد وشكرا لحمده الحقيقة انطرحت فكرة مهمة جدا أنه إمتى رح يكون نهاية إيران أنا حكيت في البس وبرجع بعيد أنه هني بلشوا بأسقصة إيدين إيران وإيران ما دخلت على المعركة إلا بعد ما انضربت السفارة تبعهم في دمشق فبعتوا صواريخ شيء 300 وقتا صاروا يقولوا المحللين أنه ما صابت حدا ونزلت وكلها كرتون وآظانات حمامه وغيره لكن بواحد عشرة كان في بعض الصواريخ نزلت وحققت أضرار في إسرائيل وهذا اللي خلى موضوع الرد اللي حكينا عنه والرد الذي حصل لو كان الرادارات الإيرانية قدرت تلقط هذه الطائرات رغم أنه آيليلون الروس أنه بده يصير ضرب لو كانوا استطاعوا أنه يسقطوا طائرة إسرائيلية وحدة كانت نعتبر العملية فشلت لكن الآن صارت مثل ما بتقول بروفا ناجحة لأنه نحن نحسن ضرب وهم يعرفوا الإيرانيين أنه الإسرائيليين عم يشتغلوا هذا الشيء من قبيل الموازنة بين المرشح الديمقراطي والمرشح الجمهوري وأنه الإسرائيليين ما بدون يحطوا البيض طبعهم كله في سلة أحد المرشحين طيب هاي وحدة اتنين اللي طرحوا صديقنا العزيز حمده أنه سقوطوا النظام الإيراني هلأ إذا كان الأزرع تبع إيران تأسأست في المنطقة وعب تتعرض لضربات موجعة جدا يعني حتى مثل ما قلت أنت دافد أنه ضربوا جنوب سوريا مقر للمخابرات السورية لأول مرة الأمن العسكري هيك مبرحة عن العربية أنا عب بنقول أنه نضرب مقر للأمن العسكري ونضرب محل في حمص أماكن في حمص وعب تنضرب أماكن في اللازقية هذا كله بيجي ضمن السياق أسأصة أزرع إيران فإذا أسأصت هي أزرعة هي بالأصل إيران ما حاربت غير هالمرتين شخصيا الباقي كله عن طريق الأزرع فإذا انتهت هاي الأزرع وإذا حقق مثل ما قال قال تدمير حزب الله تدمير وليس هزيمة لأنه الهزيمة بيرجع بيفرع مثل ما صار 2006 ما هزموا ونرجعوا اضطروا مرة تانية يعملوا معهم حرب وهن مانهم مستعدين يعملوها مرة تالتة فمنجي لإيران أنا بقول أنه سيؤدي ذلك إلى إضعاف إيران إلى درجة أنه ترجع هي دولة إقليمية يعني منيحة وغنية نصير عندها قنبلة نووية ولكن تبقى دولة إقليمية ما لا أزرع ما لا امتداد لأنه حتى الأزرع تبعا الموجودة في العراق مهددة من قبل أمريكا وإسرائيل بالإبادة يعني كمان بدأ تنضرب لأنه هي بدأت صفي بقى الحوسي أولا يضربوهم الأمريكان والبريطانيين بشكل يومي تقريبا وبقاذفات من أقصى أو أكبر أنواع القاذفات وأخطرها اللي هي بيتني سبيرت هاي بيسموها إذن بيبقى عنا الميليشيات العراقية التابعة لإيران أنا أعتقد أنه هاي رح يلتقى لحل وستضطر الحكومات الحكومة العراقية الموجودة لطردهم أنه خيون نحنا كمان من أن نحافظ على وحدتنا وعلى دولتنا بالأخير هذا النظام لما بيصير هو ضمن إيران بيصير إسقاطه من الداخل سهل وأنا لن يعني لا أستبعد بصراحة أن يكون قريبا لدرجة أنه نحنا نشوفه تبديل أو تغيير النظام الإيراني وهو نظام غير مأسوف عليه لأنه نظام من القرون الوسطى يعني هلأ إذا حكم تنظيم القاعدة في شمال سوريا بيصقط هذا من أحلامنا كمان كل شي نظام من القرون الوسطى بديحكم قرن الواحد وعشرين يجب أن يذهب بأي طريقة يجب أن ينتهي